مساء الرضا كيف حالكم ان شاء الله طيبين اليوم عملت لكم وصفة حاجة جدا روعة اللي هو اللخم الحضرين ان شاء الله اكون نطقته تمام قلتوني مش لخم لخم ياهودا طبعا عملت لكم اللخم بطريقتين ناشفة وفيها سوس واكيد البروطة او الخبز الطاوة حاجة جدا روعة انتم تقدروا تعملوا معها رز ابيض او رز يعني مكشن زي ما تحبوا زي ما تحبوا تاكلوها نحنا لما نعملها ايدام زي كدان او خصار ناكله مع خبز الطاوة وخلونا نبدأ بالمقادر وطريقة التحضير جدا سهلا بس اهم شي يكون عندكم اللخم اللي هو سمك لقرش المقفف يكون مقفف ومملح تمام غسلته بالماء واضفته له ماء ساخن وخليته شوية على بالمعمل للخبز عندي كوب ونص دقيق ابيض للخبز وكوب ونص دقيق بر تمام يعني نص بنص البر اني اخد النخالة استخدمه في العيش او بالفرد تمام دايما اخد النخالة هنا بضيف 3 ملاعق صغيرة حليب بودر و3 ملاعق سكر وملح كمان باكتب لكم كل المقادر بصندوق الوصف تمام هذه هي مقادر للخبز فقط طبعا الان القو عندنا بارد فبضيف له ماء دافي لكن اذا كان القو عندكم حار فضوفوا ماء بحرارة الغرفة عقينة الخبز لازم تكون طرية بس متماسكة لا تخلوش عقينة الخبز رطبة كتير لانه صراحة الخبز بعدين يطلع مش حلو واهم حاجة في الخبز العقن يعقنوا قدر الامكان كل ما عقنتوا كل ما حصلتوا على خبز حلو حلو جدا يعني كل ما اعطيتوا للعقينة تعقنوها تعقنوها بعدين قوام الخبز حتى بعد الاستواء يطلع حلو ابدا ما ينشف معاكم او يرقع زربا لانه نعقن صح اخليها ترتاح على بال ما اروح اكمل اللخم هنا اللخم كمان ضفت له ماء حار وخليته كده شوية بعدين اشلت القشرة بس القشرة مش القلد ابع السمك بعدت القشرة لكن بعضهم يعني مرات يبتعد معايا القلد قريبا انا غيرت له الماء يعني ضفت له ماء ساخن مرتين عشان عندي هذا النوع اللخم مالح لكن في نوع اللخم اللي هو العماني ما يكونش مالح كتير بس اضف له ماء مغلي فقط ويكون خلاص يعني لكن هذا عدة مرات هنا اضفت له ماء عادي واضفت له سكر ملعقة كبيرة سكر وخليته يغلي هنا تعالوا نعمل الخبز عندي هنا شوية من سمنات القمرية حاجة بسيطة وعندي كمان زيت وكمان سمنات حيوانية استخدموا فارم انا استخدم سمنات قابليها من مصر يعني سمنات طبيعي نص بنص يكون نص زيت ونص سمنا وهنا عندي مرشة دقيق وتعالوا شوفوا عقينة الخبز كيف بعد ساعة تقريبا او ساعة ونص وماشاء الله طرية وطمطط كده شايفين كيف قوامة جدا روعة طبعا الان عني عملت ثلاث خبزات يعني عملت الخبزة كبيرة كل خبزة وماشاء الله يعني كبيرة كبيرة الخبزة عندي انتم بتشوفوا بعدين قصمت الخبز الى ثلاث كرات ودهنت كده بشوية من الخليط وخليتها كمان ترتاح عشان يسهل علي اني افرده تمام بشوية على بين اشوف شو غلي تمام هنا رحت للخم او اللخم تمام خلاص هنا عندي اللخم استوى انتبهوا تخلوه يغليه كتير بعدين ينهاري يعني اتفتت معاكم خلاص طلعت اللخم اول ما حسيته انه طره وبدأت السكينة كده تنتغز فيه خلاص طلعته وبدأت اشيل القلد تبعه شوفوا القلد اللي ما رضاش ينشال معايا يبتعد بسهوله طبعا اللخم الان حامي حار على يدي بس حاولوا انتون بالسكينة او اني باليد يعني عادي ابعده باليد شوفوا كيف ينبعد بسهوله خلاص هذا مستوي وحتى انه ملوحته قلت كتير يعني شبه مش مالح استوى لاني اغسله عدة مرات الان ضفطله ماء بحرارة الغرفة واخلي خلاص على جم رجعنا للخبز حقنا بعد مرتاح تعالوا الان نفرد الخبز اني افرده بنفس الخليط اللي عملنا ولازم شوفو تعملوا من نفس الخليط هادا تدهنو تمام ولازم تفردو دنو بشكل رفيع قدر الامكان افردو كل ما فردتو العقينة كل ما عطتكم الخبز مورق على قولتهم في اللايف امس في التكتوك قالوا لي كيف تخلي الخبز ما شاء الله تبارك الله زي الدفتر لانو افتحو شوفو كيف اورقو يعني كل ما فتحتو كل ما اطلع لكم الخبز مورق اكتر كل ما فتحتو كده بشكل عريض يعني سميك خليتوها شوفو اني كيف ارفعو احاول وقدر الامكان حاولوا وقدر الامكان انهم يتقطعش معاكم حاولوا اني مرات اتقطع عادي بس نحاول نحن نوم نتقنب انه يتقطع معاكم لانو شوفو اذا ارتاحت العقينة لما تقصموها خليتوه ترتاح بصراحة لما ترتاح تنفرد بسهولة ما تتقطعش لكن اذا على طول قصمتوها ورجعتوه فردتوها تحسوها تشد شوية تمام بعد كده ذهنتي من نفس الخليطة اللي عملنا ورشيتها كده دقيق وبدأت اطبقها كيف التطبيق يكون ناخد القطعة الاولى طبعا الجهة اللي تقطعت حستو اني فيها يعني قطعة كده تقطعت معاكم خلوها اول قطعة شوفو اول جهة كده عطفوها هي بعدين نقوبوا الجهة السلمة اللي ما تقطعتش معاكم هاكده يكون مضبوطي يعني ليش نحنا منشيش تتقطع لما ما تتقطعش تنتفخ حلو تطلع حلو بالناء يعني تنتفخ معاكم وكمان حتى تقطعت شوية تنتفخ بعد كده دهنتي كمان بنفس الخليط ورشيت عليها دقيق وبدأت اطبقها شوفو كما طبقها واحدة اثنين ثلاثة يعني تطلع لك مورقة ما شاء الله عليها فردين رفيع يكون مورقة اخليت ارتاح وبدأ اجيب التانية افرد التانية كمان طبعا اني شوفو اخليهم يرتاحوا وبعد نحنا نسميها تلويح هذا نلوح الخبز نقول في بعضهم يلوحوا بشكل دائري كمان الدائري حلو يعني قرص يخلو دائري نحن هذا القرص يكون مربع يكون لكن الدائري له طريقة ثانية موجودة طريقته في فيديو بحط لكم الفيديو حق الدائري وكيف طريقة ترفريز الخبز تقدروا تفرزنوه بصندوق الوصف تمام؟ نفس الطريقة دهنتي بسمنا نفس الخليط ورشيته دقيق وشوفو هناك في عندي قطع هناك حطيته اول مكان اللي تقطع عليها بعدين حطيت المجهة السنمة عرفتو كيف؟ نفس كده ما شاء الله شوفو كيف العقينة كيف كده تحسوها حلوة حلوة العقينة انا مش عارفة اوصف لكم ياه بس ان شاء الله تكونوا انتم شايفين بعدين ادهاني كمان بنفس الخليط ورش عليها دقيق وطبقه ثلاث طبقات شوفو واحد اثنين ثلاثة نفس كده الان تعالونا نعمل اللخم اللخم عندي هنا شوية من الزيت بضيف له بصن مفروم ناعم بخليه لما كده يتشقر بضيف صلصة طماطم ملعقة صلصة طماطم وبعدين بضيف ملعقة صغيرة بسباس عدني او البسباس الاحمر وفي الصيل من الثوم وفلفل حار اختياري اخضر بس الفلفل اللي طلع الكشنة حلوة كشنوها تمام بعدين بضيف له بهارات كركم وفلفل اسود فقط هذه بهارات اللي هو اللخم وبضيف هنا طماطم مفرومة مفرومة ناعم وبكشنه كده تمام الطماطم بعد كده بضيف رشة من الملح لانه خلاص اللخاء عندي ما عدوش كتير في له ملح خلوه كده تسبك رشة بسيطة من الملح لا تذكر وضيف له شوية ماء وغطيه وخليه تمام يتسبك لما يدبال الطماطم خلاص ما شاء الله هنا دبال عندي الطماطم حق كده ثلاث دقائق بضيف اللخم اللي طلعناه صفيته من الماء وطلعته واضيف كمان ماء شوفوا واضيف شوية كزبرة خضرة الان بس اني ما ضفتيش الان بضيفة اخر شي طبعا اني خلي اللخم في له يعني صوس ماء كتير لانه ناكله على خبز او على براوطة لكن اذا بتاكله معروز خلوه ثقيل خلوه للماء خلوه على نار عالي لمدة خمس دقائق الان تعالوا الخلطة التانية او الكشنة التانية حق اللخم اذا عندكم شتني بسباس شتني تمام لكن ما عندكم مش حطوه بالفرماك وزبرة كفلفل اخضر وفص ثوم واش اعصره العمون تمام والان وطحنوه والان عندي شوية زيت وبصل اخليه لمن كده يصفر او يدبل اضف له فص من الثوم كده سبكو تمام بعدين اضيف الخلطة اللي عملناه اذا عندكم شتني بسباس قاهز اخضر حطوه لكن اني ما كانش عندي فاعملت هادي الخلطة والان باضيف كمان ملعقة منه اضيف وحط ماطم مفرومه ناعم وكمان اقلبه وحط اللخم طبعا اضيف اللخم وخلي شوية منه اكسره وشوية اخليه سلم منه يعني بدون ما اكسره تمام يعني هو يشبه الربيس قليل اذا تعرفوا الربيس كأنه زي الربيس بس مش ربيس فهمتو واضيف عليه بهارات كركم وفنفل اسود فقط هادي هي بهاراتو اخر شي كده قلبوت طبعا على نار عالية يكون مش نار واطية واخر شي بضيف كمان من نفس الخلطة اللي عملته انتم معد خلاص ضيفوا ملعقة الشتني اذا عندكم شتني جاهز بالتلاقة باقي من حق الغدا كده بسباس شتني خلاص ضيفوا بالمرة القرانية بس لانه معايا ضف طمر تانية يعني خلاص على نار عالية كده قلبونه ويكون جاهز اخر شي يحطو له كزبرة خضرة وخلاص هذا النوع يكون جاهز الناشف حلو هذا الناشف اللي زي الربيس حلو مع الرز الابيض وهذا اللي في به كده صوص حلو مع الخبز او ممكن تخلو شوي ناشف زي المطفاية تاكلو مع الرز الابيض كمان وهنا يلا تعالوا نفرض الخبز هنا حمينا الطاوة حقنا لازم تسخن الطاوة لازم تكون حامية ونبدأ نفرض الخبز طبعا كيف الخبز بعضهم يطلع معهم مشاطل نحنا نقول بعدا يعني يفرضوا الخبز مش متساوي يكون قيها كده طالعة قيها كده نازلة اني قبتلكم الحل لاني كمان مرات تطلع معايا كده بس دايما نشوفوا لما تكونوا تفرضوا مش خلاص اول ما تحطوا لنا الشابة اول يعني البيلم تك 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 فردتوا لا كونوا افرضوا ثانوا عدلوا شوفوا اني افرضوا واعدل بحيث انه اطلع لي مربع مرات ما عدا احتاجش اني اعمل هالحركة الان اللي بتشوفوها اني اثاني او اعدلوا لكن خلاص اذا يعني تشايز معايا او تشاطل زي ما نقول او كده تحسوا انه ما طلعش كده مربع متساوي اعمل هادي الحركة قربوها كتير حلو تطلع لكم يا مربع يعني هادا الطريقة قربت وخلاص ضبطت معايا عشان اعدل الخبز اني احب انه كونو الخبز متساوي معايا وده انتم عادي عندكم عادي يعني هو ما يخلفش الطعم قوبوا اي يعني اي ممكن طرف السكين بس مش يلقيها الحادة وبدأوا دهفو الخبز دفوه كده بس من غير يعني من غير ما تقطعوه دهفوه بس الخبز بعد ما تدفوه الخبز من كل الاطراف بدأوا ضغطوا عليه يعني دهفوه ضغطوا بحتى الناد ثاني معاكم مربع وحتى اذا كان من الاطراف سميكة يتعدل معاكم يكون كله نفس السماكة خلاص هادا يجايز عشان تنقلوا الخبز لازم تعطفوه كده وتنقلوه ما ينفعش كده تمسكوه يعني يتمطمط معاكم يعني يرقعي تشاطل مرة تانية تشايز أو يرقعي يعني يتغير الخبز شكله والله مني عارفة كيف يشرح لكم يعني لما تنقلوه خلاص قدو خلاص تنقلوه على الصاج لازم تعطفوه بعدا تنقلوه تمام خلاص شوفو كيف عدي للخبز ما شاء الله هندسة هندسة علي ما شاء الله كان مفروض اني ادرس هندسة صح الان شوفو اني ثلاث خبزات عملت وثلاث خبزات فرتت وثلاث خبزات عدلت يعني ما فيش واحدة طلعت معايا تمام هنا الطاوة عندي حامية عشان اخفض حرارته اجيب من شفا فيها ماء وعصره ومسحة فقط بس عشان تهدأ حرارته وحط الخبزة الان شوفو لازم التقليب الخبزة لازم تتقلب النار عالية شوفو الطاوة حامية والنار رجعت وسط الان وابدأ اقلب الخبز انتبهوا تطبخوا الخبز على نار هادئة يطلع معاكم يابس بس بدأت تتحمر ادهنة بزبدة او سمنة ممكن اتدهنوها وتبدأوا ايش تقلبوها والان منحمر اخر شي قدكم بتحمروها تدهنوها بسمنة او بزبدة انا يفضل بلكم سمنة او زبدة او نفس الخلطة اللي خلطوها لكن ما يفضل لكم الزيت وابدأ اضغطها بالملعقة او ايش معاكم او غطا قدر غطا القدر ممكن عشان تتحمر معاكم الان بدهنة حمرت معايا من القياة بدهنة من القياة تانية وبقلب اشوفي ما شاء الله كيف التحمير طبعا درجات التحمير زي انتم ما تحبوها بعضهم يحبوها كده تكون متحمرة يحبوها كده دهبي خفيف بس نحن نحبه كده مقمر محمر يا ناس نحبه زي كده تمام وكمان شوفوا بقولكم حاجة الطاوة لازم تعرفوا انه انواع الطاوات ليه كمان شوفوا لما تشتروا طاوة قديدة تكون ما تطلعش الخبز حلو انا قالوا لي انه طاوة الخبز لا تغسليهاش هادي انا فقط امسحة ما اغسليش ابدا عشان ايش عشان تطلعلي الخبز حلو ولما تسود الطاوة قالوا لي هادي كل ما تسود كل ما تطلع الخبز احلى فاني مستنية ان الطاوة تكون سودة فهي بدأت من الاطراف معايا تسود بس الحمد الله يعني بدأت تطلعلي الخبز حلو بس بالبداية ما كانش تطلعلي الخبز زي للطاوات القديمة قلت لكم بس كده تقلبوا الخبز ولازم شوفوا الخبز تقلب يعني اني اقلبه اكتر من مرة بعدين احمره شوفوا قلبه الان بقلبه وبعدين ابدأ احط الدهن وبدأ احمره واضغط عليه وعلى نار النار تكون حامية يعني النار متوسطة ما تكونش ابدا هادئة هذا اهم حاجة في الخبز شوفوا التقليب وكمان الطاوة تكون حامية وما شاء الله اطلاقوا احلى خبز اذا بتقدموه الان يعني لطول قدموه لكن انا حطته على القصدير شوفوا انا حطته بالقصدير لانه بعدين مناكله لسه منشي الان فاحطفت في باب القصدير او ممكن تحطوه بحافظة تمام وهنا بديت اسخن اللخم واضفت له كزبرة وخلاص وابدأ اقدمه او اقربه هنا استخدمت او عشان التقديم هادي اش يسمونه مسعفة او حقا النخل هادي المسرفة اكتبوا لي في التعليقات اش تسموها وبديت اضيف اللخم شوفوا كيف صانونة نحن نسميها صانة لخم ان شاء الله كنا تقتصح صانة لخم صح وهنا كمان اللخم الناشف شوفوا كيف ما شاء الله انا احبه مع الرز انا اكتر حاجة احب هذا اللخم الناشف مع الرز يعني ذكرني بالربيس شوية احبه مع الرز الابيض المفور اللي كده نفوره ونسلقه ويكون شوية معصود الرز رطب كده كتير وتعالوا الخبز ما شاء الله شوفوا ما شاء الله كيف الخبز على قولة واحدة قلت لكم من المتابعين قال لي في التعليقات في اللايف في التوك توك قال لي كيف تخلي الخبز زي الدفتر ما شاء الله تبارك الله علي الله يحفظني شوفوا اللي يخلي خبزكم دايما حلو الاستمرارية حتى اذا كنت مبتدئة بالخبز دايما قرص كل يوم عملي قرص واحد كوب خبز كوب دقيق نص بر ونص أبيض وكل يوم خبزي شوفي كيف اسبوع اسبوعين وانت تعملي احلى خبز ممكن احلى مني كمان ليش ممكن اللي اكيد احلى مني كمان عرفتوا يعني الاستمرار اللي تعمل يوميا خبز مزي اللي تعمل اول مرة دايما الماشاء الله اللي دايما يخبزو يكونوا خلاص يخبزوهم مغمضين تبارك الرحمن الله يعطوهم الصحة والعافية والله وتاكلوا ألد صانات لخم وألد خبز أو براوطة وتعملوا كده شاهي أحمر أو شاهي حليب بعد الحضارم يفطروا يعني يعملونه فطار اللخم انتم قلوا لي طرقكم كيف تعملوا اللخم ومين يحب اللخم اكتبوا لي في التعليقات بالعافية لياو لكم اذا عقبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة تفعيل قرس الاشعارات ولايك وكومنت حلو منكم